بسم الله الرحمن الرحيم يا مسائل وارد ولياسمين زيكو يا حلوين مستمرين في درسنا اللي بنا تناول فيها الأصوات القصيرة للحروف الهجائية واتفقنا من البداية أن عندي ثلاث أصوات قصيرة للحروف وهي الفتحة والضمة والكسرة وتعرفنا على شكلها الفتحة شرطة صغيرة فوق الحرف الضمة هو صغيرة فوق الحرف الكسرة شرطة صغيرة تحت الحرف وقفنا في الحصة السابقة عند حرف الغين إيه الحرف اللي بعد الغين هو هذا الحرف وهو حرف الفاء ما الأصوات القصيرة لحرف الفاء؟ ننظر معاً الأصوات القصيرة لحرف الفاء هي فاء فو في مع بعض فاء فو في آخر مرة فاء فو في وعرفنا إن في فرق بين اسم الحرف وصوت الحرف اسم الحرف فاء وصوته مع الفتحة فاء اسم الحرف فاء وصوته مع الضمة فو اسم الحرف فاء وصوته مع الكسرة في فاء فو في طيب حرفنا الثاني هو حرف القاف طيب ما اسم الحرف؟ حرف القاف ما اسم الحرف؟ حرف القاف هيا نرى ما الأصوات القصيرة لحرف القاف اتفقنا بقى الثلاث أصوات فتحة ضمة كسرة مع بعض قاف مع الفتحة سيكون الصوت ق مع الضمة سيكون الصوت ق مع الكسرة سيكون الصوت ق ولكن اسم الحرف هو حرف القاف اسم الحرف حرف القاف أصواته القصيرة قا قو قي مع بعض قا قو قي آخر مرة قا قو قي أحسنتم حرفنا التالي هو حرف الكاف ما اسم الحرف حرف الكاف كاف ما أصوات حرف الكاف القصيرة كا كو كي كمان كا كو كي آخر مرة كا كو كي اسم الحرف حرف الكاف تمام حرفنا التالي هو هذا الحرف الجميل ما اسمه هذا الحرف حرف اللام ما اسمه الحرف حرف اللام ما أصوات حرف اللام القصيرة لا لولي لا لولي كمان كمان لا لولي آخر مرة لا لولي هذه هي أصوات الحرف هذا هو اسم الحرف لام أصواته القصيرة لا لولي حرفنا التالي هو حرف المين ما اسمه الحرف حرف المين ما اسمه الحرف حرف المين يلا الوحدين بقى ما أصواته حرف الميم القصيرة ما مو ني مع بعض ما مو ني آخر مرة ما مو ني حرفنا التالي هو هذا الحرف الجميل ما اسمه الحرف حرف النون ما اسمه الحرف حرف النون ما أصوات حرف النون القصيرة نا يعني نون وعليها فتحة نو يعني نون وعليها ضمة ني يعني نون وتحتها كثرة أصوات حرف النون القصيرة نا نو ني مع بعض نا نو ني آخر مرة نا نو ني حرفنا التالي هو حرف الهاء ما اسمه الحرف حرف الهاء ما أصوات حرف الهاء القصيرة ها هو هي كمان ها هو هي اسم الحرف حرف الهاء حرف الهاء أصواته القصيرة ها هو هي أخلي بالي لو سمحت هناك فرق كبير بين اسم الحرف وبين صوته عندما أقول لك ما اسمه الحرف تقول حرف الهاء ما صوته مع الفتحة ها ما صوته مع الضمة هو ما صوته مع الكسرة هي ما اسم الحرف حرف الهاء ما اسم الحرف حرف الهاء حرفنا التالي هو هذا الحرف الجميل وهو حرف الواو ما اسم الحرف حرف الواو ما اسم الحرف حرف الواو ما أصوات حرف الواو القصيرة و و و كمان و و و و و أي واو عليها فتحة و واو عليها ضمة و واو تحتها كسرة اسم الحرف حرف الواو اخر حرف في حروف الهجاء هو هذا الحرف الجميل وهو حرف الياء اسم الحرف حرف الياء اسم الحرف حرف الياء ما أصوات حرف الياء القصيرة يا يو ي كمان يا يو ي آخر مرة يا يعني يا وعليها فتحة يو يا وعليها ضمة ي يعني يا وتحتها كسرة واسم الحرف هو حرف الياء بكده نكون انتهينا من الأصوات القصيرة لجميع الحروف من الألف إلى الياء ومقسمة عندكم إلى ثلاث حصص أعرف كويس قوي اسم الحرف وصوته هناك فرق بين اسم الحرف وصوته اوعى أقولك اسم الحرف هنا ايه تقول لي يا ما فيش حاجة اسمها يا اسمه يا ولكن صوته عندما وضعت عليه الفتحة يا يو ما فيش حاجة اسمها يو اسم الحرف يا ولكن صوته عندما وضعت عليه الضمة يو يا وصوته عندما وضعت تحته كسرة ي أتمنى ان تكون أصوات الحروف القصيرة واضحة بالنسبة لكم وأتمنى ان يكون الدرس سهل وبسيط عليكم وإن شاء الرحمن من الحصص القادمة هنبدأ في ان احنا نتناول كل حرف مع كلمات تشتمل على الحرف المستهدف هناخد كم حرف يعني كده في الحصة حرفين ولا حاجة وإن شاء الله يكون الأمر سهل وبسيط بالنسبة لكم بأمر الرحمن أتمنى لو الدرس عجبكم ان انتو تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان أكبر عدد يستفيد واشوفكوا في درس تاني قريب جدا بإذن الله باي باي